أستاذين كنت تقربينا بلقاء المنعاخد اليوم الأسباب دياله؟ اليوم هو واحد الناشاط اللي كنديروه في إطار الحملة الأممية المناهضة العنف ضد النساء والفتيات وهو واحد المناسبة لتقديم تقرير سنوي جل مرصد عيون نسائية وبالإضافة لهذا التقرير نقدموه نتائج جل واحد دراسة نجزناها مع جمعين مغرب يدفع حقوق النساء ومع مرصد عيون نسائية بخصوص العنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة النساء والفتيات في المغرب أخي أستاذين كنت تقربين من أهم الخلاصات اللي وقفتوا عليها من خلال هذا التقرير هذا؟ في إطار هذه الدراسة اللي كنت بالمشاركة جل نساء ضحايا وناجيات من العنف وكذلك بمشاركة جل ممثلات جل جمعية مرصد عيون نسائية قمنا بوحد تحليل الاستراتيجيات والبرامج اللي كنا حاليا بخصوص النهوض بحقوق النساء وكذلك تكفل بهين قمنا كذلك بوحد زيارات الخلايا تكفل بنساء ضحايا العنف وخرجنا بوحد النتائج اللي مبينتها ضرورة الوقاية للعمل الوقاية قبل ما نقوم بتكفل بنساء ضحايا العنف خرجنا بوحد الجمعية التوصيات بينها كذلك ضرورة العمل على برامج تعليمية وتكوينية من أجل ديمال الوقاية ضرورة تعزيز الموارد البشرية واللوجيستيكية على مستوى خلايا تكفل بنساء ضحايا العنف ضرورة التحسيس وضرورة التواصل بشهد النساء يعرفوا أصلاً الوجود دل هاد الخلايا وإلى آخره اللقاء اليوم هو لقاء إعلامي تواصلي من أجل تقديم تقرير سنوي ديال مرصد عيون نسائية وهذا التقرير تقدموا المرصد اللي هو مكون من 15 جمعية نسائية كتشتغل في مختلف مدن المغرب حول موضوع ديال العنف الموجهة للنساء وكتجمع معلومات ودير تقارير أولاً حول الواقع ديال العنف اللي كيتعرضوا ليه النساء من جهة وتانياً حول المنافذ اللي متاحة للنساء والإجابات اللي كاينة مثلاً على مستوى المؤسسات واشني العراقيل واشني المشاكل اللي كتعتار للنساء انطلاقاً من هاد الاشتغال ديال هاد الجمعيات والتقارير ديالها كنديروا تقرير سنوي اللي تنقدموه سنوياً بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء حملة ديال 16 يوم من أجل هاد السنة من أجل منع العنف لنستمر من أجل منع العنف الموضوع ديال التقرير ديالنا ديال هاد السنة كتركز على العلاقة الموجودة بين العنف والصحة بحيث أنه التقارير ديالنا كلها صبات في اتجاه أننا نجمع معلومات وندير واحد تقرير مشترك حول الآثار ديال العنف على الصحة الجسدية والنفسية للنساء ثم حاول شنو متاح لهاد النساء من كيمشو المستشفيات العمومية شنو الخدمات اللي كتتقدم لهم في إطار الوحدات المندمجة لخلايا ديال الصحة وإشنا هي المكامل ديال النقص اللي خسنا نتابه لها باش نوفروا لهد النساء تغطية صحية حماية اجتماعية ونشتغلوا بطبيعة الحال من أجل أن السياسة الصحية كلها تاخد بعين الاعتبار ظروف ديال هاد النساء وشروط ديال تكفول طبي بهم مش فقط في ذاك الوقت اللي كيتعرضوا للعنف ولكن حتى الما بعد لأن أثار العنف كتستمر وكتبقى إلى ما بعد هذا تقريبا هو الموضوع هو التصور ديال المعلومات اللي غنقدموها اليوم غنقدموا معطاية إحصائية حول أثر ديال العنف وغنقدموا معطاية أخرى لنتيجة من واحد البحث ميداني واحد الدراسة ميدانية اللي درناها حول السياسة الصحية والتدابير والمؤسسة ديال المستشفيات العمومية أشنو كيلقوا في هالنساء كخدمات وفين كيلنقص لأننا كنختموا دائماً تقرار ديالنا بتوصيات أهم توصيات بطبيعة الحال أننا كنطلبوه باللي تكون واحد كين برنامج وطاني للتكفول بالنساء ضحايا العنف منذ 2017 إحنا بغينا تكون واحد استراتيجية واحد سياسة عامة اللي كتدمج هاد النساء قبلها واثناء وبعدها تعرض للعنف كتدمجهم كمتضريرات خاص يعني يكون واحد تكفول طيبي بهم واحد تتبع لهم ومن يمشوا للمستشفى يلقوا واحد شروط ديال استقبال مناسبة تنطلبوا باش تكون بنيات وباش يكون شروط مناسبة لأننا لاحظنا بعض النواقص على هاد المستوى تنطلبوا بأن تكون كينة المجانية ولكن أنها تعمم وأن هاد الخلايا تكون في جميع مدن المغرب هي بقى ناقصة وبقى ما كافياش وغير مفعالة تنطلبوا بأن وزارة الصحة توفر أطر طبية ومن مهنية الصحة كافية باش يشتغلوا في المستشفى ولكن يكون عندهم تكوين وتأهيل في هاد المسألة ديال العنف ضد النساء وبطبيعة الحال كان نطالبوا بأن هاد الموضوع ديال الصحة والعنف يصبح داخل حتى في التوعية والتحسيس وفي البرامج ديال جميع القطاعات مش فقط ديال وزارة الصحة حتى في المدراسة حتى في الأسرة حتى في وسائل الإعلام